ليوا ذراع وفرض هيبة ولكم المزيد في جعبة الرئيس ويقطع الكاظمي الطريق اليوم على صناع الفساد بالنفوذ أو الصطوة التي تصنعها لعبة تحيكها بعض الأحزاب أو تحاول بعضها الدقة بمسمار في طريق المواطن ضربة تقسم ظهر الفساد كان المواطن يفقد الأمل برئيس يعلنها ويفعلها فيكون الكاظمي كما في كل مرة في صدارة مفاجأة العراقيين بإنهاء زمن تعتق فيه الاستعلاء فوق القانون وصلاحيات الأمر والنهي دون اكتراث لأمر المواطن أو مصلحة العراق حيث ينتهي في دولة يقودها الكاظمي زمن مدراء المكاتب في الوزارات ليعيد صلاحية الوزير وهيبة الحكومة وثقتها ليبدأ عهد جديد بحقائق يلمسها المواطن دون أن تتعفن المعاملات والحقوق في أدراج المكاتب وثيقة حصلت التغيير على نسخة منها توثق إلغاء الأمر الوزاري المتضمن تخويل مدير مكتب وزارة التربية بالصلاحية الإدارية والمالية ما يوفر أموالا ومبالغا كانت تحت طائلة مسؤولية مدراء المكاتب كما أنها تنهي زمن البيروقراط ليتعزز توجيه الكاظمي مؤخرا بأن ينزل الوزير إلى الشارع ليلمس هموم الناس دون تأخير أو تسويف عبر منصات التواصل الاجتماعي اعتاد العراقيون على إحباط من قول دون فعل صنعته الحكومات المتعاقبة ولسان حال لا يتفائل بقادم يعالج فيه الفساد ويمحى من سجل الذاكرة المرير لكنها خطوة جريئة يكتبها رئيس الوزراء اليوم على جبين الحكومة العراقية أنها ليست مجرد حكومة تقول ولا تفعل بل إن المشهد السياسي بات يعود من جديد ليدفع بدولة القانون والمؤسسات قدما نحو الأمام اشتركوا في القناة